أستاذ شريف أنا بالنسبة لي فيتوري أنا بالنسبة لي سوارش نقطة تحول عنده كانت ما بعد مباراة فيوتشر يعني لما كيسر فيوتشر بربعية وتصورنا أنه في ملامح وشكل ألا يبقى حلو والأداء كويس لما لقى مباراة بيرامز وخسر بدأت أفكاره تتغير بدأ هو نفسه يبقى متلدد بدأ يفقد السكة في نفسه وبدأ اللاعبين يفقدوا السكة في أنفسهم وأتصور كمان اللاعبين بدأوا يفقدوا السكة فيه هو شخصيا فالحال تغير تماما في النجل الآن تتطفق ولا تختلف الأول؟ يعني في البداية طبعا لا متطفق طبعا بس فيه جزئية يعني احنا في البداية كنا بنقول الراجل جاي في ظروف صعبة الراجل جاي في توقيت صعب الراجل جاي يدي له فرصة يدي له مساحة يشتغل يبان أفكار شفا مفيش يعني هو خد فرص عشان يزبط فيه أن هو مدرب كويس وعنده أفكار والأسف شديد ما نجحش خاصة في المواجهات الكبيرة زمالك وبرامتس خسر المطشين مطش نهاية الكاس ومطش الدوري مع برامتس ولو كان لعب لو كان سامي أمصان يلعب بنفس الطريقة أو شاف مطش الكاس اللي الأهلي كذبه كاس بتاع السنال الفات اثنين واحد مع برامتس وشاف سامي أمصان عملي كان لعب بنفس الطريقة وكان ممكن النتيجة بتبقاش كده كل الكلام اللي احنا بلقه ده انبقى ماضي يعني احنا بنقيم أداءه في الماضي خلاص هو ربنا نجاه من حفلة كتا هتحصل النهاردة أو نجى النادي الأهلي من حفلة كتا هتحصل النهاردة نجى النادي الأهلي منه ومن اللعيبة حفلة كتا هتحصل لو كان خسر أو حتى وصل لضربات الجزاء كتا هتبقى حفلة أبسط قواعد خلاص انت بتدافع بطريقة 3-4-3 أو بتلعب بطريقة 3-4-3 الطريقة دي الشق الهجومي فيها ما بيعتمدش على كده مش بلالين مش بلالين يعني انت في مية دقيقة النهاردة مفيش جملة جملة على الأرض كله عملت جيبة من اليمين للشمال وترفع وترفع متعرفش المين خلاص فالقامك حفظة وعرف ان انت بلا حلول مفيش حل من قلب الملعب صحيح مفيش حلول من قلب الملعب والكرة التانية دايما مش بتاعتك يعني الكرة التانية دايما مش بتاعتك فانت مدرب بلا حلول هجومية ومتقوليش ان انا السكواد بتاعي اللي بطلع من المباريات ما بيخش فيها أهداف لاني مفيش حد بيهجمك يعني المطش اللي كان فيه ندية شوية مطش المصري وكان ممكن المصري يهدف صحيح ماشي وهدف بس تلعي التسلم فانت المطش الوحيد اللي كان فيه ندية كان قدام المصري وكسبت بركل الجزاء وكرة في آخر المطش والمطش بينتهي فانت فانت مدرب عليه على مسافة فهم كتيرة جدا الوقت داي الوقت داي الوقت داي ولازم إدارة الاهدي تبحث عن مدير فني يتناسب مع التصريحات اللي بتقول الاهل هيعمل موسم صفقات يفوق الخيال لازم اللي هو يعني تصحات العالم يعني اللي بتقال بتقال انت بتقول انت هتعمل موسم انتقالات قوي جدا وحددعم بشكل كبير جدا ودي تصريحات الكابتن معمود الخطيب وشفنا بعض العاجات كده تمررت عن طريق الأستاذ ياسين منصور فانت عشان تجيب لعيبة ما بقاش فيه مدرب لا لان انت ما انت هتنافس فرق عندها مدرب وعندها لعيبة والقصة مش دولة قصة أفريقيا فانت جاي بمدرب خبراته طيب شفنا كان فيه مدرب تاني يعني لو كان لقالي اختار مدرب اسمه واسبيه كبير وخلافه كان هامل حق أفضل من اللي حيبان بقى هنا المدرب ده عنده لأ انت اه تحطيت في ظرفه صعب جدا فبتلعب في حدود الإمكانيات اللي معاك لكن انت مش عاري يعني انا النهاردة مثلا انا ضد ان انا اتكلم في التشكيل بتاعه والكلام ده رغم ان تحفظي على بعض اللعيبة بتلعب بشكل أساسي او بتلعب فترات طويلة زي ميكي سوني مثلا ماشي فده انا فهمه جدا ولكن يعني انا بقولك تحديدا يعني حتى لو بيسوقوه ده أسوأ دعاية ليه للتسويق يعني لو ده هم لو هو الهدف ان احنا بلعبه عشان نسوقه ده أسوأ دعاية ليه اللي بيحصل ده فانت لو انا مدرب بقى وعندي أفكار وعندي مشروع اللي احنا دايما بنقول عليه ماشي وجاي في ظروف صعبة جدا وتشالت من علاية ضغوط ودي نقطة مهمة جدا انت مدرب الآن بلا ضغوط مفيش حد بيطالب منك مني حاجة خالص وعارف ان انت هتلاعب المقصة محترمنا الشديد ليهم فريق هابط لدور الدرجة التانية ويعني يخوض الببرات اللي باقية ليه في امكانيات مادية مفيش زيرو امكانيات فنية لعبة كتيرة جدا مشت من عنده والنهاردة بيلعبك بجزء كبير من ناشئين والشباب انت مدرب ايه لفته جديد بتاخد اضعاف اضعافه واضعاف مرتبات النفاعي انت عملت ايه فانت هنا بقى لو كنت جبت مدرب كبير ماشي كان هيعرف يشتغل ويبان ان عنده فكر وعنده سيستم عمل وسيستم بقى ازاي تدافع وازاي تهاجب وازاي توصل للجون وحلول للتكتل والدفاعي لكن انت بلا حلول والمدرب برا بلا حلول يعني ما عافش هو بيحفظهم ايه ما بيتنفس يعني انت في المئة دقيقة شفت جملة يعني شفت اربع خمس بصات دخلت بيهم انا بقولك انا نهلا حد جنبي بقوله ده لو قال لهم حاجة شفاهية قال لهم هتعملوا واحدين ثلاثة اربعة شفاهية ما نضربهمش عشان هو قال اننا ما عنديش وقت اضرب اللعيبة على حاجة بس لو قال لهم حاجة شفاهية ممكن انا ما اتكلمش في الياقة بدنية ولا اعداد فني ولا الكلام ده انت هتعد زهني وتحفظ جمل اللي هي لبسة فنلة النادي الاهلي نروح لفنلة والكلام اللي احنا بنقوله ده او بيتقال زي مش معدور مش معدور فين يعني ابسط قواء القورة حتى يعني انت لو ترجع بالذكرة بتاعتك هتفتكر المدربين اللي قبل كده قالوا لك ايه في الظروف اللي زي دي بلاش المدرب ده يعني دلولك تحل الموضوع ده ازاي تكتل الدفاع ده تختارقه ازاي تعمل ايه ما فيش شوطة سليمة فده لا صعب جدا 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 والوقت دي ملازم ادارة الاهلي تتحرك بشكل سريع